ولكن الله تعالى جعل لكل فعل حكمة تظهر للناس أو تخفى تكون جالية في وقت وتكون خفية في بعض الأوقات قد يصرح بها الله عز وجل وقد يخفيها الله تبارك وتعالى يعني هناك مسألة من القضايا في متعلقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى حكيم وأن الله تعالى عليم وأن الله تعالى خبير وأن الله تعالى بيده العلم المطلق وأن أفعال الله تعالى ليست كأفعال غيره فكل فعل له حكمة معينة وهذا الأمر له أثر يعني أنا مررت عندما كنت أحضر برواية الحديث عن أبي هريرة يعني حريم بنا أن نتذكرها يقول فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لكل شيء حقيقة لا يأتي الشخص يقول لي والله هذا الهاتف يا فلان هذا الهاتف هو ملكي كيف ملكك جيب لي دليل لابد أن تثبت شيء ذي حقيقة هذه مقرد دعوة مقرد كلام جيب لي شيء يثبت فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء حقيقة ولن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم هذا الأمر الأول إذن قضية فيها العلم يتعامل المؤمن مع المصائب التي تنزل به لأنه يعلم بأن الله تعالى عليم وأن الله عز وجل حكيم وأن الله عز وجل قدير وأن الله عز وجل بديع إلى آخره كل هذه الأشياء ينبغي أن تكون حاضرة عند المؤمن أنا أعطيكم مثال عشان تكون الصورة واضحة وبصراحة خلوا هذا السؤال حاضر عندكم فرق لما تتعامل مع شخص يعرف أو يعني تعرف من هو ذلك الشخص على حقيقته أو لا تعرف ذلك الشخص مثال أنت تمشي في الشارع سيارتك يأتي شخص ويدخل أمامك بطريقة مفاجئة نظرتك المبدئية والأولى عندما تشاهد هذا المشهد كيف تقول يعني إيش اللي تقولها ماذا تفعل في هذا الأثناء كيف ستكون طريقة تعاملك مع هذا الأمر هذا الشيء تكرهه النفس سيكون تعاملك وليش هذا ليش يدخل قدامي وليش كذا كذا أو إلى آخري مشيت شوية وتتفاجأ بأن الذي يقود السيارة الأخرى هو صديقك أو خلينا أخوه أقول هو أخوك أو هو أبوك أراد أن يمزح معك طبعا لا أكرر هذا الفعل لكن أقول هل طريقة تعاملك مع هذا الأمر وهذا الشعور ستكون بنفس الطريقة الجواب لا قطعا يمكن تحمل عتب عليه وتعاتبه لكن تقول الله هي فرق بينما شخص يعني لا تعرفه ستتعامل معه بطريقة أخرى ولله المثل الأعلى وما قادر الله حق قدره الذي يعلم بأن الله تعالى حكيم وأن الله عز وجل قدير وأن الله تعالى لا يفعل شيء إلا لحكمة ظهرت لي أو لم تظهر لي يسلم بأن الله تعالى ما ابتلاه بهذا البلاء إلا لحكمة بارغة لا يعلمها هو قد لا تظهر له وقد يحاول أن يفهم ولكنه لا يفهم يعني يذكر مثلا قصة تكون الصورة أكثر وضوحا نحن في بعض الأحيان نقف عند حدود البلاء والابتلاء ونقول الله يا مصيبة هذا مرض وهذا ابتلاء وهذا لا ينبغي أن نعرف بأن هذا جزء من الابتلاءات والاختبارات التي جعلها الله عز وجل في الحياة كيف نتعامل معها الأمر الأول أنك تعلم بأن الله تعالى عظيم وأن الله عز وجل له الصفات الكمال وأن الله عز وجل له الصفات المطلقة في هذا يعني في هذا الفعل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ترجمة نانسي قنقر